تجتمع الدول المنضوية في مجموعة بريكس اليوم في مدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقيا ومن بين المسائل التي ستناقشها القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة الخمس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا من بين القضايا التوسع المحتمل للتكتل وتمثل بلدان بريكس 23% من الناتج العالمي و42% من سكان العالم لكن المجموعة غير متجانسة فالدول الخمسة الموزعة في أربع قرات لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ ورغم ذلك أبدأت دول عربية كثيرة ورغبتها في الانضمام إلى التكتل فما هي دوافعها؟ تملك نحو ربع ثروة العالم وتسعى إلى توسيع نفوذها والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية الحديث هنا عن مجموعة بريكس التي أبدت أكثر من أربعين دولة اهتمامها بالانضمام إليها بحسب جنوب إفريقيا المجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فيما قدمت 23 دولة طلبات رسمية لنيل عضويتها بينها دول عربية فماذا وراء هذا الاهتمام العربي الكبير؟ السعودية والإمارات والجزائر ومصر إضافة إلى البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية قدمت طلبات رسمية من أجل الانضمام إلى بريكس انضمام السعودية مثلا قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من تريليون دولار وفق تقارير إعلامية كما ستستفيد كل من السعودية والإمارات المنتجين الرئيسيين للنفط من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند وهما مستهلكان رئيسيان للذهب الأسود الجزائر من جهتها تسعى منذ فترة إلى الانضمام إلى بريكس كما أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن عن طلب بلاده الانضمام بصفة مساهم في بنك بريكس بقيمة 1.5 مليار دولار الجزائر الغنية بالنفط والغاز تسعى هي أيضا إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكاتها مع الصين ودول أخرى أما مصر فتحاول بطلب انضمامها إلى المجموعة التي تعتبر نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد بعد تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لكن المغرب مثلا نفى تقديم طلب الانضمام إلى بريكس بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا ذلك فقد أدى دعم جنوب إفريقيا الدبلوماسي لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى توتر العلاقات بين البلدين إذن هناك تباين في مواقف الدول العربية من مسألة الانضمام لمجموعة بريكس وسيكون هذا أحد محاور نقاشنا مع ضيوفنا الكرام وهم من لندن ينضم إلينا الدكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لندن ومن جنيف ينضم إلينا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف كما ينضم إلينا من الرياضة الدكتور عبد العزيز المقبل وهو الكاتب والخبير الاقتصادي هو من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد الفتاح الفاتحي المحلل السياسي والبحث في العلاقات الدولية أبدأ من لندن معك دكتور قلوون هل تتوقع توسعة مجموعة بريكس في اجتماعيها الحالي رغم تباين اقتصادات أعضائها الخمس الذين يشكلنا نوتها ورغم تباعدهما الجغرافي أيضا أستاذ أحمد أقول أن الآمال أكثر من الواقع عندي برودة هندية للتوسع بنفس الوقت هناك نية صينية لجذب أعضاء كسر معروسية كذلك وبالتالي هذا الأمر يعطي أول تباين اثنين الأنظمة الاقتصادية مختلفة لكن النيات بكسر الهيمنة الغربية توحد الناس توحد الدول أجندة الصين تريد أن تدفع من العقاب الأمريكي التجاري فيما البرازيل تريد الرخاء الاقتصادي تريد الربح من كل الأطراف كيف جنوب أفريقيا تريد كذلك أن لا تكون مسرح صراع لكن كل أجندة للدول الفاعلة ستبدأ بالآن البريكس الرئيس بوتين لم يستطع الحضور لعقوبات من محكمة الجنايات الدولية مما يعطي أن هناك محاصرة اقتصادية وربما سياسية نحن ارتبعنا الجدل خلال ثلاث شهور من ردود جنوب أفريقيا لأنها موقع على هذه المحكمة وبالتالي قرر الرئيس بوتين أن لا يحضر أريد أن أسجل أستاذ أحمد أن الخطاب الروسي عنده أجندة بمعنى بدل أن يوسع مجاله الحيوي بابتلاع أوكرانيا بعدما فشل أصبح الآن يغازل أفريقيا والعالم الثالث بالقول سأعطيكم حبوب مجانا لكن الوعود الروسي على لسان الرئيس بوتين اليوم في خطابه لم تترجم بمعنى حتى لو أعطى خمس ملايين طن سيزال مقابلها خمس ملايين طن من أوكرانيا برأيي الدول الأفريقية تريد أوكرانيا وتريد روسيا وتريد أن تكون الأسعار ضئيلة مصر توافق على ذلك كيف توافق قيادة البريكس نحو بجنوب أفريقيا التي أعتبرها صوت مقبول لكن بنفس الوقت وزنها الاقتصادي ليس كبير اقتصاد جنوب أفريقيا في مشاكل الهند بالمقابل هي الصاعدة اقتصاديا لا تتفق مع الصين برأيي الاستقطاب الآن أستاذ أحمد على أشده كان عندي منذ عدة أيام قمة كامب ديفيد بين كوريا واليابان وهي أنت تعلم أن اليابان هي رقم ثلاثة من ناحية الوزن في العالم هي توزن الصين برعاية أمريكية برأيي تحدي كبير لبريكس أن تقاوم الاستقطاب الأمريكي الصيني هذه مشكلة ممتدة لكن قوة لبريكس هي في المستقبل وليس فقط بالأرقام الاقتصادية التي تسيطر عليها الصين 70% من تجارة لبريكس هي بيد الصين إذن في ظل هذه التناقضات الداخلية ضمن مجموعة بريكس يؤكدها أيضا ويؤكد ما ذهبت إليه دكتور قلوون تصريح لرئيس وزراء الهند يقول إن بلاده ستصبح قاطرة النمو للاقتصاد العالمي قريبا ما يعكس تنافسا هنديا صينيا أيضا دكتور عبد العزيز المقبل ما هي القيمة المضافة التي تتوخها المملكة العربية السعودية من خلال طلب انضمامها للبريكس والبريكس بهذا الشكل من المتناقضات مع الظروف الدولية التي هيبنت على الساحة الدولية خلال الفترة الماضية ودخول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب أصبح من المثال جدا تواجد المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة والقائدة إقليميا للشرق الأوسط والدول العربية بالتواجد على هذه المنصة دعني أقول أستاذ أحمد أن هذه الفروقات السياسية ما بين الدول الحاضرة والفروقات الاقتصادية أيضا هو ما يميز مجموعة بريكس حيث أن جميع متبلورات بريكس لا يفرض سياق سياسي معين للانضمام له ولا يفرض حتى سياق سياسي أو حتى شروط سياسية للاقتراض منه من البنك الأعمال الجديدة الذي أسس تحت مظلة بريكس وهو ما يفرق كثيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين يخضعون إلى أجندات سياسية خاصة هذا ما يميز بريكس أيضا ما يميز بريكس هو رغبة الدول المنظمة إلى أن تضيف إلى الاقتصاد العالمي والتخلي عن المخاطر التي أفرزها النظام المالي العالمي الحالي حيث أخذ النظام المالي الحالي الدولي المشهد العالمي إلى مناطق كثيرة الخطورة تحديدا للدول الناشئة والدول النامية والدول التي لربما تصنف بأنها دول فقيرة وبذلك أصبحت المخاطر أعلى في هذا النظام العالمي الدولي من هنا تبحث الدول على أبواب جديدة ومنصات جديدة لمشاركة أهداف النمو الاقتصادي طيب دكتور حسن أبيدي هل تتقسم وجهة النظر هذه؟ هناك بحث عن بدائل وعن محاولة للابتعاد عن المخاطر التي يمثلها النظام العالمي الذي نعرفه لكن عندما نستمع إلى بوتين نفهم بأن مجموعة بريكس تسعى لزيادة أعضائها حتى تصبح قادرة على منافسة الغرب هل تملك بريكس شروط المنافسة من وجهة نظرك؟ لأن الظروف الإقليمية وخاصة الظروف الدولية هي أكثر استعدادا ومهيئة فعلا لأن تكون هناك منصات جديدة أو منابر جديدة وخاصة أن هناك نظام دولي يعاني من صعوبات وربما إرهاصات نظام دولي جديد لم تتضح لحد الساعة معالم هذا النظام ثم لأن هناك تبعات كبيرة للحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلى هذا الصدام الصيني الأمريكي ضحيته قبل كل شيء هي الدول ما يسمى بالجلوبال صوف هذا الدول الجنوب العالمي نحن مقاربتين مقاربها هي من قبل الصين وروسيا توظيف هذا الغضب من دول الجنوب البحث عن بدائل أخرى اقتصادية ولا أقول بحتمية سياسية ودول أخرى مثل الهند وجنوب إفريقيا وكذلك البرازيين التي تريد فقط التكامل الاقتصادي فأنا أعتقد أن البريكس كمشروع يمكن فعلا أن تكون مشروع موازي لكن ليس تنافسي كل تقريبا يعني كل الخطابات مع دربما رئيس بوتين حتى الرئيس بوتين لم يكن حادا في خطابه كانت في نهاية خطابات ليست ضغماتية لم ترفض النظام الاقتصادي العالمي لم ترفض من جموعة العشرين طالبت بإصلاحات اقتصادية وأنا أعتقد أنه من حق وهذا أمر شرعي لكل دول الجنوب كذلك أن تجد منابر أخرى جديدة يمكن في النهاية أن تحاول أن تدافع على مصالحها وأن تقول في النهاية لولايات المتحدة والنظام الغربي الذي يتعتبره أحيانا مجحا في حقها بأنه يمكن تنويع من حقها تنويع في النهاية شراكاتها الاقتصادية وحتى السياسية طيب دكتور الفاتحي سنعود بداية إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق نقاشنا ولكن قبل ذلك دكتور الفاتحي هناك اهتمام من قبل مجموعة بريكس بإفريقيا ما مدى اهتمام إفريقيا بتكتل غير متجانس كما يصفه الخبراء نعم وفي الحقيقة إفريقيا أصبحت مركز جدب بالنسبة للقوى العالمية ومن بين القوى روسيا وكذلك الصين وطبعا هذا مدخل مهم بالنسبة لهم عن طريق جنوب إفريقيا التي استدعت حوالي 30 دولة إفريقية لحضور هذه القمة بالتالي إفريقيا اليوم هي صوق على جميع المستويات من حيث الاستهلاك أو من حيث توفير المواد الخام والمعادن وكذلك الطاقة وبالتالي هذه القمة هي حسابات تجعل من إفريقيا هدفا رئيسيا ولعل السخاء الذي عبر عنه بوتين لن يكون مجانا ولكن هو بمقابل وطبعا هذا يعكس رغبة شديدة في توسيع النفوذ كل من روسيا وكذلك الصين وحتى الهند بإفريقيا وأعتقد بأن هذه القمة في جنوب إفريقيا هو احتفال هو احتفاء وربما هو مناقشة كيفية تقاسم الطموحات لهذه الدول داخل إفريقيا بالتالي اليوم المقاربة ستبدو كذلك فيها الكثير من التنافس بين إفريقيا التي ربما تريد أن تكون لسان حال إفريقيا في إطار سعيها إلى الزعامة الإفريقية وبين رغبات كذلك من دول إفريقية تريد أن تلتحق بهذه المجموعة كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا وبالنسبة للجزائر وكان هناك كذلك حتى تقييم إيجابي من قبل الباحثين والمحللين المغاربة في سياق أن يكون للمغرب كذلك طلب الانضمام إلى هذه القمة قبل أن يتم نفيه من قبل وزارة الخارجية المغربية طبعا في سياق إعادة بالنظر إلى هذه التباينات التي تمت الإشارة إليها من قبل السادة الأساتدة سنعود إلى رؤية المغرب وموقفه إن سمحت لدكتور الفاتحي لكن قبل ذلك سنقف وقفة قصيرة عند خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دكتور قلوون في كلمة مسجلة للرئيس بوتين وديعت خلال الجسة الافتتاحية قال إن التخلي عن الدولار الأمريكي كعملة عالمية خطوة لا رجعة عنها ويضيف بوتين بأن هذا الأمر هو استراتيجي بالنسبة لمجموعة بريكس هل يتحدث الرئيس الروسي باسم البريكس أم باسم الكريملين أو بمعنى آخر ما مدى واقعية هذه الخطوة؟ برأي هي للمغازلة خصوصا أفريقيا لأن الدبلوماسية الروسية فشلت منذ غزو أوكرانيا في تفسير حصار الحبوب في البحر الأسود للدول الصديقة تاريخيا الجزائر ومصر وبرنامج الغزاء العالمي التي تدفع بخزائنها تأنى الآن لتأمين الأمن الغزائي الرئيس بوتين يريد الآن فتح دفاتر النضال ضد الاستعمار لكن هذا بدون عقيدة أيديولوجية كالشيوعية وبدون عنده خزان مساعدات أنا أذكر أستاذ أحمد أنه منذ شهرين عندما علق الرئيس بوتين اتفاق الحبوب طلب أن يعود البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت يعني هو وقفاته احتجاجية للعودة للنظام الرئاسمالي لكن هو يريد أن يخلق رأي عام وربما نجح جزئيا للقول أن الديون مسؤول عنها صندوق النقد الدولي البنك الدولي لا يعطي مرهم المانحون يفرضون أجنداتهم وربما أنا أزيد بهذا الأمر أن الأرجنتين بعد أربع سنوات من خمسين بليون دولار من سنوق النقد الدولي الآن على شفير الانهيار من ناحية الاقتصاد يعني هو صحيح نظريا لكن عمليا هو يؤلب هذه الشعوب والحكومات من هو الذي يوازن الرئيس بوتين؟ الصين إذن هو يريد أن يركب ظهر الصين بأن الصين هي غزة أسواق أفريقيا أمريكا اللاتينية الحزام والطريق حتى هي تستثمر الآن في حديقتها الخلفية البنية التحتية في كازاخستان وكريزستان وكلها الكريبلين يغض النظر عن الاستثمارات الصينية الآن عندي تحدي أستاذ أحمد بأن الصين عندها مشكلة اقتصادية الآن في النمو أقل من خمسة بالمئة يعني ربما اضطرابات لا سمح الله تراجع سوق العقار وأمور أخرى في التضخم وفي بطالة الشباب أكتر من عشرين بالمئة مشكلة 1989 ساحة تيانامين سكوير كانت الشباب والطلاب الذين قادوا السورة لا أقول أنا هناك ثورة أقول هناك تحديات الرئيس تشي جينبينغ وضع بين يعني زراعيه تحديات كبيرة مساندة لروسية محسوبة مشاغلة لتايوان وبحر الصين الجنوبي إذن برأيي تكدس الملفات على طاولته جعله ربما أحيانا يعني أقول يعجز عن حلها خصوصا داخليا وخارجيا مما جعله الآن يقوم بمحاصرة قانونية وسياسية للأصوات الرافضة للصوت الواحد أريد أن أقول أستاذ أحمد بأن ترابط الصين والبريكس هو رقاؤها مع العالم الغربي الآن بتراجع محسوب أو قليل في الاقتصاد الألماني من هو الشركة التجاري رقم واحد لألمانيا؟ الصين الشركة رقم واحد للسعودية؟ الصين إذن الصين هي كل الناس تريد رضاها لكن الصين لا تريد مناجزة الغرب بعقوبات مقابل عقوبات تريد فتح أسواق حتى تكسب ولكن عندها تحدي الآن أقول بأن الغنى الذي أخذته بـ 30 سنة مبني على العالم الغربي وليس على أفريقيا أو أمريكا اللاتينية مصالح الصين وأجندتها برأيه هي تفوق أي كلام معصول الرئيس بوتين يقول كلام معصول الصين تريد غزو الأسواق وبالتالي البرازيل وغيرها تريد صداقة الجميع كيفية توفيق هذا الأمر الآن احتفاء جنوب أفريقيا في جونسبرغ مهم لإعلاء صوت أفريقيا وموسلة أفريقيا هي جنوب أفريقيا مع تحديات من نيجيريا إلى غرب أفريقيا كما قلتم شرق أفريقيا في المجاعة ومشاكل كبرى هذه منتدى جديد أنا أقترح أن يقال له بريكس بلاس مثلما نجحت السعودية في خلق أوبيك بلاس بإحداث توازن في أسواق الطاقة وعدم شيطانات منتجي الغاز والنفط مقابل الاستثمارات البيئية والطاقة المتجددة إذن ملفات متباينة ويصعب جمعها وأخذ موقف موحد منها جميعا دكتور عبدعزيز المقبل في ذات الكلمة المسجلة يقرب بوتين بأن العقوبات الأمريكية تعطل إمدادات الغداء الروسية ومدفوعاتها المصرفية كيف يريد إلغاء الدولار كعملة دولية وقد فشل حتى الآن نظام مير الروسي كما تعلم الذي أرده بوتين بديلا عن نظام سوفت الأمريكي على أي أساس يتعهد بوتين بالتراجع عن الدولار والهند تريد أن تدخل نظامها الخاص والذي يربط أيضا بالعملة المشفرة هناك تداخل كبير أوافقك الرأي ولكن عودا إلى كلمة الرئيس بوتين فإن ما يريد أن يوصلها الرئيس بوتين أن الاقتصاد تم تسليحه خلال الخمس سنوات الماضية وهو ما يتم ممارسته من خلال النظام العالمي الحالي ولذلك هو يطرح فكرة أن تسليح الاقتصاد ليس خيارا الاقتصاد يقول إلى المجتمع والمجتمع فقط هو من أحظى بأن يقرر كيف يتم الاقتصاد هذه الرسالة أيضا هي محاولة لإثارة الرأي العام تجاه البنوك المركزية التي نراها عبثت كثيرا بالنظام المالي العالمي وعبثت كثيرا بتعريف المال وما هو المال المطبوع وما هو المال ذو القيمة المستندة على قيم لسلع أو خدمات أو معايير اقتصادية من هنا ندرك أن هذا الطرح هو أيضا يبعث لرسالة كبرى رسالة الكبرى أين هي الثقة وأين نضع الثقة للمستقبل طيب دكتور حسني عبيدي سننتقل معك لفهم الطريقة التي يفكر بها أو تفكر بها الدول العربية التي قدمت طلبا أو رفضت تقديم طلبا للانضمام إلى مجموعة بريكس التكتل الاقتصاد الوحيد الناجح كما تعلم حول العالم هو الاتحاد الأوروبي بشكل تكتل متقارب جغرافيا ومترابط اقتصاديا وسياسيا وهو يضم دولا متجاورة وقريبة يعني حتى ثقافيا ودنيا هل يمكن أن تندمج الجزائر مثلا في كيان شديد التناقض مترامل أطراف بعدما فشل اتحادها مع جيرانها في المغرب الكبير وهنا لا أحمل مسؤولية الفشل للجزائر أنا أعتقد لا يجد هناك تناقض لأنه صحيح أنه فشل كبير ومؤسف لاتحاد المغرب العربي كتنظيم إقليمي لكن هذا لا يعني أن كذلك هناك سوق عربي مشروع سوق عربي مشتركة لم يرى النور والذي نقول لديها محدودية كبيرة تطلع الإمارات تطلع السعودية تطلع جزائر تطلع دول عربي أخرى للبريكس أنا أعتقد هو نابع من رغبة هذه الدول في النهاية أن تتوفر على منابر جديدة تتوفر على وسائل دبلوماسية جديدة مع دول لديها علاقات معها مهمة جدا لكن هذا لا ينفي ألبت انقطاع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد من أجل المتوسط يعني ما صار برسولون الذي انطلق سنة 96 من أجل سوق حرة مشتركة ما بين دول الجنوب ودول الشمال المتوسط لم ينجح للأسف ولتحمل أوروبا جزء كبير منها كذلك دول الجنوب فأنا لا أعتقد أنه بالعكس يعني أنا أؤمن بقضية تعددية في النهاية المصارات لأنها مهمة جدا لدول الجنوب يمكن أن تجد مع أخذ بإعناء اعتبار أن هناك توظيف سياسي من قبل دول كالصين وكروسيا لهذا التجمع لكن أنا أعتقد وجودها في هذا التجمع خاصة مثل المملكة عامية السعودية يعني كيف يمكن تقول مثل دولة مثل السعودية على شركاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا بأن انضمامها للبريكس هو متناقض أبدا لا فنعتقد كذلك المغرب التي لديها موقع وعلاقة متقدمة جدا مع الاتحاد الأوروبي أحسن من كل دول شمال إفريقيا ثم كذلك حتى تونس والجزائر هذا لا ينفي أبدا تطلعها إلى منبر جديد وخاصة أن بعض الكلمات كانت مهمة عندما لولا يقول بأنه لا بد من إصلاح النظام الاقتصادي المنظمات الاقتصادية الدولية جدا هذا تقريبا كل هذا الخلل في النظام الاقتصادي الدولي تتقاسمه دول جدا طيب دكتور الفاتحي لماذا تأخر رد المغرب رسميا عن إعلان وزارة خارجية جنوب إفريقيا عندما أفادت بأن قائمة الدول التي تطلب عضوية البريكس تضم المغرب أيضا تأخر الرد المغربي كثيرا أليس كذلك؟ نعم ومعلوم بأن هناك علاقات متوطرة بين المغرب وجنوب إفريقيا على خلفية المواقف العدائية والمتكررة لجنوب إفريقيا فيما يتعلق بقضية الصحراء وطبعا لكن دكتور الفاتحي التوتر مع جنوب إفريقيا بسبب الصحراء لا يجب أن يكون مبررا جنوب إفريقيا تستضيف القمة الخامسة عشر وهي عضو كبقي أعضاء المجموعة فبالتالي هل هذا المبرر مقنع؟ بالضرورة حينما تقيم مسألة الحديث باسم المملكة المغربية وهي لم تقدم طلبا للانضمام إلى هذه المجموعة الاقتصادية طبعا هذا يجعل المغرب في حالة شك بالنظر إلى هذه العلاقة المتوترة بين المغرب وجنوب إفريقيا فيما يخص قضايا سياسية وديبلوماسية تتعلق بقضية الوحدة الترابية التي هي شيء مقدس ولكن في آخر تصريح لرئيس الحزب المؤتمر الوطني الجنوب الإفريقية الحاكم جعل قضية الدفاع عن قضية الشعب الصحراوي كما يقول بأن أولوية في سياسته الخارجية ومباشرة بعدها صدر التوضيح من وزارة الخارجية المغربية بأن جنوب إفريقيا ليس من حقها أن تتحدث باسم المغرب ونفى أن يكون قد تقدم بطلب رسمي وهذا هو السبب وبالعكس قال بأنه لن يحضر هذا الاجتماع المقرر أو هذه القمة المقررة بين الدول الإفريقية ومجموعة البريكست طالما أن هذه الدعوة هي من موقف وطني لجنوب إفريقيا وليست من الاتحاد الإفريقي أو من مجموعة البريكست إذن خلفيات هذه المواقف أو استقراء أو ربما تأخر في إبداء هذه التصريحات كانت على ضوء تقييم لمدى التزامات جنوب إفريقيا في التعاطي مع المغرب بندية وبتوازن في هذه الإقمة لطالما أن المملكة المغربية ترى بأن جنوب إفريقيا قد توظف هذه الإقمة للإساءة إلى قضية مقدسة وهي قضية الوحدة الترابية وقد يرى في ذلك بأنها تحاول الوقيع فيما بين الدول الأعضاء الكبرى كالصين وروسيا ولذلك كان تأكيد أو كان اتصال بين وزير خارجية المملكة المغربية ونظره الهندي وكان فيه تأكيد على أن الدعوة هي صادرة عن جنوب إفريقيا وليست عن القمة وكان فيه كذلك التأكيد على العلاقات الاستراتيجية المميزة للمغرب لا سواء كذلك مع الهند ولا سواء مع الصين الذي باعتت ببرقية تهنية لجلالك الملك أكدت فيها بأن المغرب شريك أساسي واستراتيجي بالنسبة لها بالإضافة كذلك إلى الأرقام التجارية لتبين نموا مضطرد مع كذلك روسيا ومع البرازيل طبعا هذه هي خلفيات الموقف المغربي بالإضافة إلى ذلك المملكة المغربية هي في لحظة تقييم يعني مدى نجاح هذه القمة لأنها لها شركات مع دول أخرى تقليدية كما هو الحال بالنسبة لإتحاد الأوروبي لكن كذلك المغرب عينه على توسيع شركاته حيث أنه سابق وأن تقدم كذلك بطالب الانضمام إلى مجموعة الإكواس مجموعة خرب إفريقيا وبالتالي لا يسعه كذلك إلا أن يقدم طالبا مماثلا إلى بريكس لكن الوضعية في قراءته السياسية اليوم أو في تقديراته أو حساباته ربما غير إيجابية بالنسبة له إذن مقاربة المغرب هي تنمية العلاقات الاستراتيجية مع الدول القوية في المجموعة بالستثناء جنوب إفريقيا التي كما يعلم الجميع هناك حالة من التوتر في العلاقات بين البلدين دكتور قلوون على ماذا تبحث مصر من خلال طلبها الانضمام إلى مجموعة بريكس وهي بإمكانها أن تتعامل مع الصين ومع البرازيل ومع روسيا بشكل مباشر في انتظار أن تتشكل هذه المجموعة ومصر تزعمت العالم العربي لعقود من الزمن كانت تصدف جامعة العربية ولم تنجح في بلورة منظومة عربية اقتصادية أو سياسية فاعلة هل هناك سبب يدفعها للانضمام إلى كيان قد لا يغير وضع الاقتصاد كثيرا؟ أنا أقول أستاذ أحمد تحديات الاقتصاد المصري بأنه يريد أن ينمو والنمو يعني استثمار خارجي وداخلي هناك طفرة في منشآت البنية التحتية لكن تحدي الكهرباء مؤخرا والحبوب لا يوجد اتهام لروسيا مباشرة له في قضية زيادة أسعار الطاقة روسية ما ساهمت فيه والحبوب هناك دبلوموسية ناعمة مصرية للأخذ الأمور بإيجابية بمعنى أن جنوب أفريقيا هي صوت أفريقيا في البريكس إذا انضمت مصر ستكون هي الصوت الثاني وربما تمثل المجموعة العربية فيه بالبريكس من ناحية في أفريقيا قصدي في شمال أفريقيا لكن مصر عندها برأي جوائز أولا بنك التنمية الجديد في مجموعة البريكس رأس ماله ينتظر ربما قبول سعودي بالدخول مع الإمارات وغيرها من الدول المانحة يعني زيادة مصادر تمويل الاقتصاد المصري والاستثمار المصري هذا واحد اثنين عدم مناكفة الدبلوماسية الصينية التي نجحت مؤخرا في جمع ضدين يعني السعودية وإيران بمحاولة يعني إفراز نوع من اتفاق سلام إقليمي ما زال ينتظر ترجمته بمماركة بيكين يعني بيكين لها تأثير متصاعد في شؤون الدولية ومصر ليست غائبة عن هذا الأمر ثلاثة برأيي هناك تنسيق استراتيجي بين مصر والهند واجتماع هذه الدول خصوصا الهند والصين مصر تستفيد بشكل كبير منه بأمن استراتيجي كما قلت قناة السويس أمن سياحي ومرافق كبرى في مشاءات جديدة مصر لا تستطيع أن تستثني أي دولة تريد السياح الروس والصينيين وبرأيي أن السياحة الصينية هي سلاح يستخدم الآن لإعطاء أي دولة خمس ملايين أو عشر ملايين سائح توزيط تعطي بلايين دولارات طيب إذن جمع المتناقضات ينسحب أيضا على الحالة السعودية إيران إلى جانب السعودية تقدمت أو معنيتان بالانضمام لمجموعة بريكس دكتور عبد العزيز هل تبحث المملكة العربية السعودية كما يقول مراقبون عن جسم اقتصادي أم عن جسم سياسي يقوي موقفها التفاوضي في القضايا الاستراتيجية مع الغرب مثل قضية التسليح مثلا المملكة العربية السعودية تملك كل المقومات سواء السياسية والاقتصادية بما في ذلك التسليح ولكن هذه المنصة منصة بريكس ليست معنية لا بالتسليح ولا بالشعرات السياسية هي معنية بوجود منصة جديدة تعد أطرافها بإحداث تغير تنموي اقتصادي للجميع وبذلك ليس غريبا أن تتواجد المملكة العربية السعودية وإيران أيضا المملكة العربية السعودية وإيران متواجدان في أوبك منذ الستينات والأمور تسير بشكل مميز جدا أيضا وجود منصة مثل بريكس يضم المستهلكين لسلع الاستراتيجية النفط تعتبر ميزة أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية أضف إلى ذلك أن التواجد السعودي بشكل واسع في بريكس هو تواجد قطبي لهذه المنطقة ككل والمملكة العربية السعودية الدولة الرائدة في هذا الإقليم تمثل ذلك وتمثل أيضا الطموحات للمشروع السعودي رؤية 2030 لأخذ هذه المنطقة إلى آفاق اقتصادية جديدة لكن هناك مجلس التعاون الخليجي لماذا لا ينضوي المجلس ككيان اقتصادي متكامل إلى بريكس وليست دول كل على حدة دول المجلس أقصد المهام المناطقة بدول مجلس التعاون الخليجي هو ليست كليا اقتصادية وهو تعاون بمجالات متعددة جدا بما في ذلك النواحية الثقافية والأمنية والاجتماعية وخلاف ذلك لذلك بريكس لربما يكون منصة اقتصادية بشكل أكبر والأجدر هو اختيار كل دولة إلى ما كان هناك ما يناسب لتطلعاتها الاقتصادية بالتواجد في بريكس طيب دكتور الفاتحي هناك مراقبون متحمسون لبريكس ويعتبرون دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة إذ تشترك بلدان بريكس في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب كما ألمح إلى ذلك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هل من مصلحة البغرب البقاء بعيدا عن هذا المسار من وجهتنا ذلك وفي الحقيقة الدبلوماسية المغربية دائما هي مع تعدد وتنويع شركائها وهذه استراتيجية معتمدة وأعتقد بأن تقيمت بالنسبة للرأي العام المغربي قبل صدور النفي المغربي كانت تذهب في اتجاه يعني الترحيب بطلب المغرب الانضمام إلى مجموعة البريكس لكن اليوم هناك مجموعة من تساؤلات على هذه المجموعة بخصوص أن توظف أداة سياسية في الصراع بين القوى الكبرى خاصة هناك من يتحدث على أنها ربما الوسيلة الأولى من أجل تتبيت نظام عالمي متعدد الأقطاب على مزاق بوتين وكذلك هناك من يتخذه كذلك أداة لتصريف حسابات سياسية أو لتجاوز عقوبات اقتصادية بالتالي اليوم المجموعة فيها الكثير من التناقضات والتبايونات وكذلك المغرب له التزامات وتعهدات مع دول أخرى ربما تنظر بنظر التأريب إلى هذه المجموعة لذلك أقول بأن المغرب ربما في تقديراته السياسية وإعادة حساباته على هذا الأساس لا يرى بأنه متحمس بشكل ربما فيه السرعة في التجاوب مع تقديم طلب الانضمام إلى هذه المجموعة لأن تقديم الطلبات ليس نهائيا ولكن هناك فرص أكيد وبالتالي المملكة المغربية ربما أخذت على نفسها التأني في انتظار وهناك وقت طويل حتى يتبلور شكل هذا التكتل الاقتصادي الجديد الدكتور حسني عبيدي هل نحن إذا فقاعة أم إذا إرهاصات قطب جديد يتشكل وباختصار لو تفضلت يعني في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنوات الأربعينات ولا أحد كان يعتقد فعل بنجاح الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد بالعكس أن هناك نحن أمام مشروع هذا المشروع طموح صحيح أنه غير متجانس لكن لديه شروط أنه يصبح فعلا تجمع اقتصادي عالمي ويمكن أن يترجم كذلك هذه الموازين الاقتصادية المهمة في صالحي يمكن أن يترجمها مستقبلا إلى كذلك إلى قوة سياسية يمكن أن تضاهي الأقطاب الموجودة حاليا على كل حال الرد الأبريكي كان واضحا على لسان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال اليوم أن الولايات المتحدة تستبعد وتحول مجموعة دول بريكس إلى منافس جيو سياسي لها أو لأي بلد آخر ما تعليقك دكتور قلوون في أقل من دقيقة لو تفضلت هناك رأي عام غربي يميني يعني يهبط الحيطان أو يقول أن هذا التجمع ليس له مستقبل للتبايينات التي ذكرناها اتنين طبع من مصلحة رأس مال الغربي والصين لها ضلع كبير فيه أن ينجح وهو تجاوز سخاطات كبرى أزمة المالية 2008-2009 والآن عندي بجائحة الكورونا سباق تسلح برأيي يريد أن يحافظ على سبقه في العالم الغربي وأستطيع أن أقول مطالبات اليابان وألمانيا بدخول نادي مجلس الأمن الدولي لا تنجح بما يعني أن هذا النظام مغلق بالطبع الدعوة أخلاقية وأنا أرى أن ميزة البريكس أن دعواتها أخلاقية مثل عدم الحياز كيفية ترجمتها بأن تعطي ربحا كماليا أو إضافة إيجابية هي تحدي للمستقبل حتى لا تتضخم العضوية بما يعني لا يوجد التزام ويبقى صوت أخلاقي مطلوب طيب أشكرك الدكتور ناصر قلوون كنت معنا من لندن ومن جنيب أشكر الدكتور حسني أبيدي ومن الرياضة الدكتور عبد العزيز المقبل كما أشكر من الرباطة الدكتور عبد الفتح الفاتحي المسائية متواصلة في جزئها الثاني بعد فاصل قصير مشاهدين فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر